توشك القوات العراقية على أن تنهي سيطرة تنظيم داعش في العراق كليا راوى والقائم آخر منطقتين لا يزال التنظيم يفرض سيطرته عليهما لكن تحريرهما بات في المدى المنظور القوات العراقية أعلنت في بيان عسكري أنها بصدد شن هجوم على هاتين المنطقتين الحدوديتين مع اكتمال الاستعدادات لخوض المعارك وإرسال التعزيزات العسكرية سبقت ذلك غارات جوية شنتها الطائرات العراقية وطائرات التحالف الأمريكي على مواقع التنظيم في كل من القائم ورواه يشارك في العمليات الجيش العراقي وفصائل المقاومة وكتائب حزب الله والحجد الشعبي وأبناء العشائر أما الهجوم المتوقع فسينطلق من محورين الأول من عكاشات والرطبة باتجاه القائم والثاني سيكون بعبور الفرات باتجاه رواه بتحرير هاتين المنطقتين تستكمل القوات العراقية تأمين غرب محافظة الأنبار على نحو كامل على الرغم من أن مساحتهما لا تعد كبيرة مقارنة بباقي المناطق التي كان يسيطر عليها داعش إلا أن أهميتهما بالنسبة إلى التنظيم تأتي من موقعهما غرب العراق على الحدود مع سوريا فمع خسارة القائم يخسر داعش المعبر الحدودي الهام الذي كان يوما حلقة الوصل بين مناطق سيطرة التنظيم في البلدين هو المعبر الذي سيفر عناصر التنظيم من خلاله باتجاه البوكمال في الأراضي السورية معقل التنظيم الأخير بعد خسارته معقله الأبرز في مدينة الرقة المترجم للقناة